من بعد أبحاث عملناها دلونا علم هندس فادي الرئيس صاحب الاسم العريق بعالم الهندسي والهاربر تاور هو مشروع عم نمشي رئيس وقت بلشت سنة الواحدة والثمانين بالدبلوكمل ببيروت كان بعد اللبناني منو معود على فكرة يشتري الشقة 92 وقت راقت الحرب جينا انطلقنا وعملنا هاربر تاور اللي هو على بور بيروت لتنفتح الأشرفية على البحث شقة من 400 متر وما فوق مشروع الجديد كان الهدف وضلنا بمساحات صغيرة مع هاي كواليتي بروتك كنا سنة السابينيات بضايم شقة 30 سنة 25 ميون فضل اليوم الهدف بين الخمسين ومية وهي دا هدفنا بكابيتل تاورز عم نجرب نحنا بكابيتل تاورز المشروعنا الجديد اللي عملناه حد مدرسة الناصر على أرض 2300 متر مربع عمرنا 750 متر وبقالنا 1500 متر تقريبا مسحات فضل بزيت الوقت صار بدنا نعمل هاتف لو لأنه جيم إز اسنشل لكل هالنيو جينيريشن ديماند على كانت ريسيبشن آرياس صار كتير مؤقل متطلبات هي عالغرف النوم كبيرة واسعة شرحة مساحات 230-250-260 وهي دا هو كابيتل تاورز اللي هلأ مشروعنا الجديد البلد تدينه فيه من ثلاثة أربعة شهور وبيخلص بعد أربعة سنوات حلقتنا عن العقارات والأعمار وكان لابد من إجراء مقابلة مع حاكم مصرف لبنان رياض سليمي لناخد فكرة عن دعم المصارف للمستثمرين والمطورين وهيك توجهنا على المصرف وأجرينا هالمقابلة قطاع المصرفة بلبنان قطاع سليم مليء وعنده نسبة سيولة مرتفعة هالقطاع بحق كل سنة تقدم من حيث الودائع ومن حيث التسليفات وصار عم يلعب دور أساسي بالتسليف للقطاع الخاص ولسيما لكل شيء له علاقة بمشاريع استثمارية أو سكنية القطاع المصرفة كان لاعب أساسي بالنمو والتطور العقاري هاللي صار بلبنان بالأخص بعد الأزمة المالية العالمية بالألفان وثمانية القرود صارت بحدود الأربعة مليار دولار هاللي هي مخصصة للسكن ولا تشكل خطر على سلامة المصارف هاللي هو حجم وديعة يتعدى المية وخمسة وعشرين مليار دولار لبنان معتمد اقتصاد السوق ولذا أسعار الأصول والخدمات بحددها العرض والطلب أنا بتمنى أنه كل لبناني أكيد اللي عيش بلبنان أو اللي عيش ببلدان الاقتراب كل لبناني يستفيد من هالتسليفات والتسهيلات الموجودة لا يكون إلو بيت بلبنان كل شركات يستفيد من هالتسليفات والتسهيلات الموجودة هذه هي الفيديات الموجودة من كل شركات الموجودة وفي أفضل الموجودة والتسهيلات الموجودة نحن 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 نشاركات الموجودة من نحن والتسهيلات الموجودة تحديثة جميلة و معرضة نجاح. علينا نقوم بإمكانهم إلى الارتخار للجميع، و هذا ما نفعله. لبنانون ليس هذه الموارات التي يتم فيها حيث أن يكون لقد سيتم سنواته، إنه سنواته ، إنه سنواته دونما، إنه سنواته ، وممتلكه ، وممتلكه 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 ، وممتلكه والمثال معرفة لطفالتها. ونحن نريدهم أن يكون لديهم من هذا المعروف. إيصال على الأماكن السبب الأمور في المدينة لكل البنين, لكل المساعدة حتى الأربين لأنهم يريدون تقاربون في المنزل يريدون أن يكون هناك في المنزل في المنزل هناك الكثير من الناس الذين نريد إلى المنزل ويجبون في هذا الجدد في الثلاثة هذا هو مدرسلنا ونحن نجد أن نجزلها مجتمع الناس لنا لأجلهم فينا نحن 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 نجزل أن نصدقاء نهائجة بشكل جديد. لا يمكنك أن يتسليه في حقيقة شيئا لك أن تسليه لكي يتسليه لكي تسليه لكي يريد أن تلقائنا نؤمن أننا لدينا نفس الطاقة على كل أشيء ن свои أشياء ما يتحدث برحكرة، سيتسليه، تحديث و نحن نزليه و نحن تسليه على أن يكون هذا الأشياء على العالم مع �يلين المشارجون نؤمن أن نؤمن لدينا أجمع قلائع رصاص بمعطاني الأساسي في حين الزائد، من خلال الإجلال ما يريدون أنهم يريدونها. نظرنا ليس لكي تجربة مباشرة. نريد أن تجربة مباشرة. ولفت لنا نظرنا مشروع فينيكس. شركة عقاريا تأسست سنة 1992 كان إلى دور كبير بالنهضة العمرانية بالبلد. بلشنا بالقطاع الخاص وعملنا مشاريع مهمة بكل المناطق الاستياف اللبنانية. ثم انتقلنا للقطاع العام سنة 1996 بنينا من أهم المشاريع الكبيرة بالبلد على سبيل المثال وزارة التربية وزارة الصحة. لأنه عندنا ساقة كبيرة بالسوق اللبناني طلقنا بمشروع فينيكس تاور منطقة الأشرفين مشروع نموذجي هندسة معمارية جديدة. بيروت بيروت نحن هلا بالرمل البيضاء بمشروع من مشاريع تاشكو. هالشركة العريقة اللي كان إليها دور كتير كبير بالقطاع الخاص وقطاع العام. وبيطلب مننا لقيتنا مسنازها الخوري مديرة التسويق لتعطينا معلومات أكتر. تاشكو كتير حريصة على أنه تنقل أحلى لوكيشن ببيروت حتى تعمل فيها مشروع. مشاريع اللي أكتر شي مركزين عليهم هلأ صوب الرمل البيضاء جناح وبير حسن. في عنا فاريتي باللوكيشن بالمسحات. المشاريع الجديدة اللي هلأ عم بتطلع هنه جرين بلدنج كلهم. عنا مشروع على بير حسن. هو أكبر مشروع تقريبا بيروت بالنسبة لتاشكو. المسحات بتراوح بين مئة وسبعة وخمسين متر وبين خمسمية متر. بس كل البناية اندبندنت عن تاني. في سمبلاكس في دوبلاكس. بقلب المشروع في كوميرشل سانتوري اللي هو بيجي فيه أوفيس في كلينكس. بلاس مول تحت كافي شابس محلات وهيك. أوكي تانكيو ونحن هلأ رح نطلع لعندكم على الشركة لنقابل مستر حسن تاج الدين. من 17 سنة لليوم تاشكو دائما عندها مشاريع جديدة. للمخترب اللبناني ولا اللبناني اللي حابب يتملك ببلده. بمنطقة جناع عنا مشروع الملكة. تقريبا صار جاهز. عنا براملة الويضة أربعة مشاريع. السانت كل طابق مساحته خمسمية وتبنى وتتين متر. فرست لاين ميلة البحر. الويبز مساحته أربعمية وحد عشر متر للشقة. سكند لاين ميلة البحر. دريم و ستار مشروعين جديد بلشنا فيهن السنة. هم تقريبين بلدينج. وكل واحد فيهن إلو جيم. بالرغم من الصعوبات يلي عم بتواجه المنطقة. لبنان بعدو عم يتمتع بعصر الدهبة. وبعدكن عم تسألو شو فيه بلبنان؟ سوف أترككم أنتو تجيبوه. اشتركوا في القناة. ترجمة نانسي قنقر.